خلينا بقى نبدأ وندخل في أجواء المنافسة بقى والكلام اللي مبارح حصل والتاني هقول أنا عارفة إن الجماهير زعلانة أنا عارفة إن إحنا كلنا زعلانين وإحنا جزء من هذا الجمهور لكن طبعاً نتكلم عن خسارة مباراة بيرامدز وإن هي كمان جات زي ما بتقال كده بعد كان فوس حلوة قوي يعني فرحنا من يومين كنسة بنفرح وعدنا وكلنا زي ما بتقال كده ثقة في اللي جاي وقلنا خلاص اللي هنا البداية خلاص والأهلي حيرجع زي ما كان وحيقف على الرجليه كل الكلام ده تقال على فكرة كل الكلام ده مكتوب على السوشيال ميديا لكن تاني إحنا بنتكلم برضو إن فوس كان عريض جداً على فيوتشر اللي هنتكلم ببطل كأس الربطة وكانت بالنتيجة أربعة صرف زي ما حضراتكو شفته ومع أداء كمان كان رائع جداً من كل اللعيبة فنيجي بعد كده بقى لما نيجي نقول إن إحنا عندنا مباراة بعد كده لاحقة كان من الطبيعي والمنطقي أكيد إن إحنا نستثمر هذا الفوز ونكمل في مسيرة الانتصارات بتاعتنا ونكسب أكيد بيرميدز بالأمس لكن اللي حصل آسف الشديد من الأداء اللي ظهر عليه الفريق في معظم فترات المباراة هو اللي صدم وحقول كلمة صدم معلش صدم الجماهير بشكل كان واضح جداً إحنا أكيد أكيد يعني مليون في المية حنقفل ملف هذه المباراة لأن إحنا دايماً بنعمل كده بالمناسبة مش عشان كان فيه خسارة إحنا دايماً بنقفل ملف أي مباراة حتى لو فوزنا إحنا بنقفل ملف أي بطولة حتى لو فوزنا فيها وبنبص بعد كده للأداء إحنا لازم لازم نبص اللي جاي إن شاء الله عشان عندنا نهائي خلاص كاس الكاس أمام طبعاً الزمالك وده المطش المنتظر زي ما بيتقالوا ناس كتيرة جداً عندها بقى تردد دلوقتي طب هو الكفة ميلة المين دي قصتنا دلوقتي بس يعني خلينا نميشي واحدة واحدة بس ده اللي أنا بطلوبه من حضراتكو عشان فكرة تدخل المرحلة اللي جاية كمان بشكل أفضل لازم نعرف بالزبط إحنا عايزين إيه في الأمطار الأخيرة وأنا استخدم لفظه في الأمطار الأخيرة زي ما بيتقال كده في كرة القدم تحديداً لإن اللي جاي مطشاط عندنا كقوس حيكون كمان محور كلامنا الفترة اللي جاية يعني خليه يقول لحضراتكو في الأمر ده بنسبة كبيرة إحنا هنقعد نعيد ونزيد في النقطة دي علشان حاجة تزعل بجد أن آخر ستة مباريات لو حنتكلم هنا بلغة الأرقام أنا أخسر من سموحة وأخسر من بيرميتس أتعادل مع الجونة وأتعادل مع الزمالك وأكسب المحلة وفيوتشر طب إيه بقى التوتل ده لما تيجد تقيمه من إمتى أصلاً الكلام ده كان بيحصل مع الأهلي يعني من إمتى كان ده تاريخياً كده بيحصل مع الأهلي هي دي النقطة يعني كلامنا ممكن يكون فيه شوية يعني أو قوي شوية زي ما بتقال لكن إحنا بننقل برضو إحنا حقنا إن إحنا ننقل وحق الناس علينا إن إحنا ننقل نبض الجمهور في الشارع نبض الجمهور في البيوت في السوشل ميديا مبارع في المدرجات خليني أقول لحضراتكم كان فيه غضب شديد جداً في النتيجة أو من النتيجة والأداء لكن إحنا تاني هرجع أقول عندنا أكيد أمل أو عندنا أمل عندنا أمل كبير في الفريق وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل من كده لأن الموضوع عتقت بالنسبة لجماهير الجماهير الأهلي مش قصة هنا خسارة مطش وخلاص يعني موضوع عندي مش أنا خسارة مطش وخلصة القصة لأ الموضوع إن إحنا بقينا يعني عملين نفقد نقاط وبطريقة مش متعودين عليها يا جماعة إحنا إيه النقاط اللي عملين نخسارها دي ونفقدها دي يعني بطريقة فعلاً غير مسبوقة وحطوا كلمة تحت كلمة كده مش متعود الجماهير على ده مليون خط بصراحة يعني أنا عايز أقول كمان لحضراتكم حاجة مهمة يعني اللعيبة اللعيبة تحديداً وأعتقد إن الجماهير ما سبقش ليهم إحنا كلنا كجماهير ما سبقش لنا إن إحنا شفنا الفريق بيخسر بطولة الدوري مرتين وراء بعد من عشرين سنة يعني بمعنى تاني خليني أشرحها بشكل أكثر تفصيلاً إنت لما تيجي كده تتكلم الأجواء عاملة إزاي الأجواء ربما تكون متوترة جداً لأن إنت بتتكلم في آخر عشرين سنة النادي الأهلي مخسرش مرتين وراء بعد الدوري يعني إيه عشرين سنة عشرين سنة يعني جيل كامل جيل كامل من التولد ودخل الجامعة وكبر ويمكن كمان اتخرج واتجوز وممكن يكون خلف الله أعلم هو ونصيبه لكن ما شافش الأهلي بيخسر الدوري مرتين وراء بعد إيه دي النقطة فعلى كل حال خلينا كده أو نخلي بالنا ندافع برضو يعني معلش اسمحولي إن أنا حقول كده وأنا عارف إن جوه كل واحد فينا ده إحنا لازم ندافع عن حق الأهلي المشروع في الفوز ببطولة الدوري لأن الجمهور محتاج ده محتاج إن هو يعود كاس أفريقيا بالدوري وبالكاس الجمهور لو حتكلم عليه تحديدا أكيد الجمهور عايز يفرح ودايما بيدور على بطولات وراء بطولات لأنه هو ده اللي إحنا نعرفه من ساعة ما تولدنا كلنا عن النادي الأهلي إحنا ده اللي إحنا نعرفه في نوادي تانية بتاخد بطولة كل عشر سنين كل سبع سنين يعني التوتل بتاع بطولاتها بيبقى إحنا مثلا الربع بالنسبة لنا في نوادي كده وليها جماهرها ملناش دعوة بيهم إحنا مش كده النادي الأهلي مش كده فعشان كده إحنا تاني بنكرر يعني إحنا هنفضل معاك يا أهلي مهما كانت الظروف واثقين في لعبتنا معلش بقى في المطشاط إن شاء الله كلها اللي جاية يعني تاني أنا ما بحبش النادي ده وما بشجعش النادي ده وهو بس بيفوز أنا بحب النادي ده في كل حالاته أنا بشجع النادي ده ومؤمن به في كل شيء حتى لو تعثر بيرجع يقف تاني فأنا عايز أفكر حضراتكم وبمناسبة كلامي ده إن الأهلي برضو بنكلم بلغة الأرقام إحنا بنلعب أو لعبنا 23 مباراة عندنا 48 نقطة الزمالك لعب 25 مباراة وعنده 57 نقطة يعني الأهلي لو حسبناها كده ما حضراتكم دلوقتي لو كسب المطشين المؤجلين هيبقى الفارق نظرياً وعملياً تقريباً 3 نقاط لصالح المنافس يعني هل الفرق ده نتكلم إنه هو فرق كبير طيب لو زيت كمان الخمس نقاط مثلاً هيكون فيه هنا فكرة استحال التعويض أنا بأتساءل مع حضراتكم التاريخ لو رجعنا به شوية كده واسمحولي أنا بحب دايماً أرجع للتاريخ وللأرقام أعتقد إنه هو بيقول عكس كده تماماً ليه بقى؟ لأن فيه شروط لازم تكون موجودة في الفريق عشان ترجع يعني تعمل زي ما بتقالي الريمونتادة الأهلوية عندنا أمثلة كتيرة خلينا نروح محضراتكم تحديداً لموسم ممكن 96 طبعاً الشهير جداً والمحبب خلينا أقول عند كل جماهير الأهل اللي كان فارق وقتها في نهاية الدور الأول كان بيزيد تقريباً لو أنا مش غلطاناً عن 13 نقطة كل الناس قلت لك وقتها إيه؟ الزمالك هو بطل الدوري والأمور كده تحسبت والأمور كده انتهت وإن التتويق مسألة وقته خلاص وطبعاً أصدقائنا الزمالكوية أن احنا نعمل أعظم وقتها كامباك في التاريخ وصلنا لمبارات القمة وإحنا يعني عايزة أقول لحضراتكم قد بعض في النقاط وكسبنا كمان 2-0 فوزنا بالدوري ده مثال أولاني طب عايزين مثال تاني أنا حد حضراتكم مثال تاني في الألفية الجديدة طبعاً موسم عشرين عشر عشرين حداشر برضو لحضراتكم فاكرين كان الزمالك متقدم جداً السباق وقتها كان كابتن حسام حسن لوانا مش غلطانا طبعاً المزير الفاني وقتها كان بفارق ست نقاط في نهاية الدور الأول وبرضو قدرنا أن احنا نرجع ونعوض فارق النقاط دي ونكسب الدوري في النهاية وفي موسم كمان قريب لما نقرينا نقرب حتى شوية كان فيه عندنا 2018-2019 كان طبعاً الثنائي زمالكوية بيرامتس في أول زهور كان لبيرامتس ونفسها كانت قوية جداً مع الأهل وكان فارق برضو النقاط بيزيد تقريباً عن عشر نقاط برضو لوانا مش غلطانا بين القطبين مع نهاية الدور الأول قدرنا بثقة جمهور الأهلي أو في اللعيبة بثقة جمهور الأهلي في اللعيبة تحديداً أن احنا نرجع ونعوض ونكسب البطولة في النهاية أنا ليه بقول الكلام ده تاني أنا بقول الكلام ده مش علشان أطلع النهاردة أقول أن احنا كنا كويسين وأن احنا ما عندناش أخطاء وأن انتوا يا جماعة مش من حققكم تزعلوا أنا عارفة أن احنا عندنا أخطاء وعندنا أمور عليها علامات استفهام ومشية دي روح النادي الأهلي والكلام ده كله بس اللي أنا بقوله أن احنا لازم وإحنا داخلين علاماتش مهمة جداً يوم الخميس لازم نكون احنا السند لهذا الفريق لو احنا كجماهير مش هنكون السند للفريق طب هو مين اللي حبق السند حقنا نزعل على فكرة بس لو احنا هنقعد نجلد الفريق طب مين اللي هيوقف مع الفريق يعني منتظرين إيه احنا بعد كده من الفريق والشق الأساسي اللي أنا بتكلم فيه الشق النفسي اللي حضراتكم عارفين أنه هو عامل أساسي جداً احنا بالروح بتاعتنا بنقدر نحنا نقل بمباريات ونقل بطولات بالروح بالروح الجماهير بتصدرها للفريق فأنا ما بقولش لحضراتكم النهاردة ما تزعلوش أنا بقول لحضراتكم أرجوكو مهما كان فيه زعل خلينا ننحيي جانباً ونثق في فريقنا علشان فيه خطوات جاية مهمة جداً ده اللي أنا بأطلوبه النهاردة عايزين نروح لبطولة أمم أفريقيا طبعاً دلوقتي لليد بس قبل ما روح لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا أنا برجوكو خلي الملف ده دلوقتي هنكمله مع كابتن إيهاب المصري في الفقرة الأولى لكن أنا بتمنى من حضراتكم أنتوا تاخدوا كلامي ده وتتقبلوه بس ده اللي أنا برجوه من حضراتكم لغاية لما الفقرة تيجي وحنتكلم طبعاً عن الثغارات وحنتكلم عن المشاكل وحنتكلم عن التوقعات في الفترة اللي جاية وحنتكلم كمان عن يعني هي الروح بتاعت الأهلي فين لأن خلي بالحضراتكم في مشكلة أن احنا مش شعرين بروح الأهلي يعني دي نقطة مهمة جداً أن هي تعود مرة تانية لأن روح الأهلي هي دي اللي بتخلينا نفوز رغم أي صعوبات بنواجهها على الأرض